أصحاب المعالي والسعادة أضيوف الكرام السيدات والسادة أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة يشرفني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأمنياته لكم بطيب الإقامة في دولة الإمارات واسمحوا لي في البداية أن أحدثكم قليلا عن القمة العالمية للحكومات التي نعقد الحوار العالمي للسعادة ضمن فعالياتها القمة العالمية للحكومات انطلقت في دورتها الأولى عام 2013 لتكون منصة معرفية وعلمية وعملية للحكومات حول العالم وقد نجحت القمة على مدى أربع دورات متتالية في أن تتحول إلى حراك عالمي لخير الشعوب وأصبحت الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة والأول من نوعه على مستوى العالم فيما يتعلق باستشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوذية للمستجدات تستضيف القمة هذا العام 150 متحدث في أكثر من 114 جلسة لاستشراف حكومات المستقبل ويشارك فيها أكثر من 4000 من المسؤولين والقادة والعلماء والخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص يمثلون أكثر من 135 دولة المستقبل يحمل العديد من التحديات والفرص وهنا يأتي دور القمة العالمية للحكومات في الإجابة على أسئلة الغد اليوم من خلال جمع أهم المفكرين والأكاديميين والرواد مع المسؤولين الحكومين والقطاع الخاص ليستعرضوا تجاربهم ويتحاوروا فيما بينهم ويتبادلوا الرؤى والأفكار لاستغلال الفرص التي يحملها المستقبل والخروج بالحلول الأمثل لتحدياته الحضور الكريم الحوار العالمي للسعادة الذي يجمعنا اليوم هو أحد الفعاليات الرئيسية على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات حيث لأول مرة يلتقي أكثر من 300 من العلماء والخبراء والمختصين وصلنا على القرار لبحث سبل التأسيس لحوار مستمر وبنى يهدف إلى تشكيل توجهات عالمية جديدة تركز على تحقيق السعادة لشعوب العالم وتبنيها كإطار جديد شامل للتنمية فدول العالم بحاجة ماسة لمثل هذا الحوار خاصة في ظل التوجه نحو المستقبل والنمو المتسارة للعلوم والتكنولوجيا والروبوتات والذكاء الصناعي التي من المتوقع أن تساهم في تطوير جوانب حيوية كثيرة وتحسين حياة الناس في الكثير من القطاعات ومن ضمنها إطالة حياة الناس ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل سيساهم ذلك في أن يعيش الناس حياة أسعد؟ إن التحدي الأبرز الذي يترافق مع التطور التكنولوجي يتمثل في التوقعات بأن تتدايد مستويات الاكتئاب والإطرابات النفسية نتيجة تصاعد حدة الشعور بالوحدة حيث تشير الإحصاءات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوحدة هم أكثر عرضة بمرتين للموت المبكر مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية وثيقة وعلى الصعيد العالمي يعاني نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار من الاكتئاب وفي أسوأ الأحوال يمكن أن يفضي الاكتئاب إلى الانتحار ففي كل عام يفقد العالم ما يربو على 800 ألف شخص جراء الانتحار الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات في الفئة العمرية بين 15 و 29 عاماً كما أن العبء الصحي والاقتصادي للاكتئاب والحالات النفسية الأخرى أخذ في الارتفاع عالمياً وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يكون الاكتئاب أحد أهم ثلاث أمراض عالمياً بحلول 2030 هذه الأرقام الكبيرة تؤكد الحاجة إلى إيجاد التوازن بين التطور الاقتصادي والتكنولوجي من جهة وسعادة ورفاه الإنسان من جهة أخرى هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والنمو الإنساني أصبح حاجة أكثر اليوم من أي وقت مضى إضافة إلى ذلك لا يمكننا إغفال حقيقة أن العالم اليوم يشهد العديد من النزاعات وتطورات السلبية فقد بلغت التكلفة العالمية للحروب حوالي 14 تريليون دولار في عام 2015 فقط واليوم نشهد تحول 50 دولة في العالم إلى دول هشة يعيش فيها 1.4 مليار شخص أي ما يقارب 20% من سكان الأرض وعالمياً تقدر خسائر فشل السياسات والحوكمة بعد سقوط الدول بـ 640 مليار دولار وتبلغ التكلفة الإجمالية لما تتحمله دول جوار هذه الدول 4.7 مليار دولار وبالنظر إلى هذا الواقع المليء بالتحديات تقع على عاتق الحكومات مسؤولية العمل على الارتقاء بمستويات حياة مواطنيها وتأمين ظروف معيشية أفضل لهم فلماذا لا تستثمر الدول في السلام والتسامح والسعادة بدلاً من كل هذا البعث ضيوفنا الكرام نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن أن الوظيفة الأولى للحكومة والهدف الأسمى لعملها هو تحقيق السعادة واسمحوا لي أن أقتبس النص من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لدور الحكومات حيث يرى سموه أن دور الحكومات هو خلق البيئة التي يستطيع الناس من خلالها تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وأن وظيفة الحكومات هي خلق البيئة التي يستطيع الناس أن يحققوا فيها سعادتهم وتعبيراً عن هذه الرؤية أعلن صاحب السمو عن استحداث منصب وزاري للسعادة في حكومة المستقبل خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات التي عقيدت في فبراير العام الماضي ومنذ ذلك الوقت فقد رأت حكومة دولة الإمارات الحاجة إلى إيجاد منصة عالمية تتيح للدول أن تعمل معاً في سبيل السعادة وأن تتشارك خبراتها مع بعضها البعض وقد شكلت زياراتي العام الماضي إلى دول مختلفة للتعرف على تجاربها عن قرب جزءاً من جهود دولة الإمارات في هذا المجال وكانت إحدى أهم زيارات التي قمت بها إلى مملكة بوتان حيث تعرفت إلى مفهوم إجمال السعادة الوطنية ولا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي بحضور ومشاركة معالي رئيس وزراء مملكة بوتان ووجوده بيننا في هذا الحوار العالمي الهادف السيدات والسادة يهدف الحوار العالمي للسعادة إلى تمكين سعادة الإنسان على مستوى العالم من خلال بحث سبل تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي المتسارع والاهتمام بسعادة ورفاه الناس وربط السعادة بإجندات عمل الحكومات وتطبيق المفاهيم العلمية للسعادة عملياً ما ينسجم مع أهداف القمة العالمية للحكومات في تحسين حياة الشعوب والناس ولتحقيق هذا الهدف يطرح الحوار عشر مواضيع رئيسية في أربعة محاور هي دور الحكومات في تحقيق السعادة والرفاه علم السعادة تصميم واعتماد سياسات السعادة والرفاه وقياس السعادة ما يمثل إضافة نوعية لأعمال القمة ويضم جدول أعمال اليوم مسارين رئيسيين المسار الأول وهو الجلسات ولدينا اليوم حوالي 21 جلسة في مواضيع مختلفة أما المسار الثاني فهو مجتمعات السعادة العالمية وهي مجموعات عمل من الخبراء والعلماء والمختصين في عشر مواضيع بهدف تطوير الأدوات والأطر التي من شأنها دعم الحكومات في تبني السعادة بشكل عملي في العمل الحكومي أصدقائنا الأعزاء اجتماعنا اليوم ما هو إلا تأكيد على أننا نتشارك جميعاً في هدف مشترك وهو العمل على تحقيق سعادة الإنسان ورفاهة الحضور الكريم أتمنى أن يمثل حوارنا اليوم نقطة الانطلاق لرحلة تساهم في إسعاد أكثر من سبع بليار شخص حول العالم لقد حان الوقت لتتضافر الجهود وتتوحد لتحويل هذا الحوار إلى حراك عالمي لتحقيق السعادة شكراً لحضوركم وحسن استماعكم أتمنى السعادة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر